خبروني بالتعليقات مين فيكم بحب مثل المأكلات البحرية هايدي الوصفة عملتها لتلازم نزل لكم إياها على اليوتيوب بفيديو كتير أصير خليكم معي وتابعوا الفيديو بس ما تنسوا تعملوا لايك وتعملوا شير لرفقاتكم وقومات حلو مثلكون عندي هون كباتين طحين بأي جاط صغير عندي بحط له كباتين طحين وعندي هون البهارات اللي هني بس ملح وفلفل أسود وعندي الحر طبعا عندي اليوم ببيروت الدنيا عم تشتي فخبروني انتو كيف التقس عنكن فهلأ بتحط هاللبهارات فوق لطحينات وطبعا الأكل ما رح تقطع بدون بطاطا فعملت بطاطا على شكل شيبس رفاعة كتير صغار وطلعوا كتير طيبين وهون عندي كبيس بقصه كتير ناعم كبيس على حر برجع بزيد فوقهم شي ثلاث معالق مايوناز كبار برجع حط عليهم كمان رشة ملح صغيرة ورح اخد كمان حامضة هون ها اعصر نص حامضة علي ونعصرولا حامض لانه هاي دي الصوس كتير طيب مع الحامض وهون عندي حبات الكلمار طبعا فيكو نجيبوهن مفرزين او فيكو نجيبوهن طازة فهلأ انا هون جيبت شي خمس حبات تقريبا كبار وقطعتهم متل ما هلا عم تشوفوا بالفيديو كتير سهلين يعني ما بدون شي وطبعا هلأ هون عندي الزيت اللي هنبلش نحمي الزيت لحتى نبلش شغل فيهم وخليكم معي وما تنسوا تعملوا لايك واللي مش مشترك يشترك عندي وهلأ من بعد ما قطعناهم للكلمار حاسقطهم بالطحين هون وهبلش هيك قلبهم هاي عفكرة هموتهم قطية من طعمة السمك عنديها بكتير فتبوضيش رأيكم بالتعليقات تحت هون عندي الزيت من بعد ما حمي هبلش يعني زيدهم هيك شوي شوي ما تكتروا الكمية حتى يضلوا عنكم الزيت حامي وطبعا ما يكونوا كتير حامي حتى ما يحطروا معكم بيضلوا بالزيت تقريبا شي تلاتة دقايق لحتى تحصلوا على هيدا اللون فعلا هيدا الاكلي انا كتير بحبه وليت لازم تجربوه انتو كمان فاكتبوا لي تحت بالتعليقات ازا مجربينها انتو او لا فهلا هيدا السوس عندي هون طبعا رحزتلي حاموز كلمة زيتوله حاموز هايك من بعد ما خلصه تطلع اطياب اطياب فعلا رحطه بهالسوس اللي عملته هون يا ويلي عن جاد شي ولا اطياب من هيك ما تنسوا تراملوا لايك وتعطوني رأيكم بالتعليقات تحت بالفيديو وصحتان وهانا للجميع